اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من سوريا اليوم وفيها لا نعلق على تقارير اجنبية هي الجملة التي حفرت على جدران مؤسسات الاحتلال الاسرائيلي حول كل عملية قصف تشهدها سوريا على مر سنوات طبال لكن هذه الجملة باتت تراثا قديما مع تتشيني بن يامين نتنياهو مرحلة جديدة في التعامل الاسرائيلي مع الاوضاع في سوريا وتحديدا الوجود الايراني واعتراف نادر بمئات الضربات التي جرى تنفيذه ضد اهداف ايرانية اخرها كان في دمشق قبل يوم الاعتراف يبدو في دلالاته على انه اصرار على المواجهة اكثر من اي وقت مضى تبديلات في قادة جنرالات الحرب الاسرائيليين وتغير في وجوه المتنفذين في سوريا ويبدو ان المصالح المتضاربة باتت بحاجة للمواجهة في العلن ليحسام الامر ليبرز السؤال الاكثر الحاحا كيف سيكون المشهد في سوريا بين المتصارعين على ترابها بعد البيان الرسمي الاسرائيلي ترجمة نانسي قنقر قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو ان تل ابيب مستعدة لتكثيف غاراتها ضد النفوذ الايراني ان لزم الامر تصريحات نتنياهو هذه تأتي خلال زيارة لفرقة الجليل سبقتها تصريحات له في جلسة حكومية اعترف فيها باستهداف سلاح الجو الاسرائيلي مخازن الذخيرة للميليشيات الايرانية فجر امس السبت في محيط مطار دمشق الدولية لم تعد المسلمات الامنية الاسرائيلية قادرة على الصمود في ظل سيل المتغيرات فها هو بن يمين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي يتبنى قصف مخازن الذخيرة الايرانية في محيط مطار دمشق ويحددها على وجه الدقة بست منشآت تابعة للميليشيات الايرانية ولعل الاعتراف الحكومي الاسرائيلي تفسره اضافة نتنياهو ان تل ابيب عازمة على محاربة النفوذ الايراني اكثر من اي وقت مضى نتنياهو في مستهل جلسة حكومية اعلن ان الجيش هاجب مئات الاهداف التابعة لايران وحزب الله منها الغارات التي تم تنفيذها خلال الساعات الماضية في دمشق معتبرا ان هذا الهجوم اجراء مناسب في نهاية فترة جادي ايزنغوت كرئيس للاركان والذي كانت الجلسة الحكومية على شرف وداعه اما الجنرال المغادر فقال في تصريحات صحفية اثناء جولاته في وداع الجبهات قال ان هناك ضرورة لمواصلة العمل ضد النفوذ الايراني مفتخرا بشن الاف الهجمات خلال الاربع سنوات الماضية في سوريا ومناطق اخرى مشيرا الى ان الكتلة الحرجة لزيادة العمليات بدأت في منتصف عام 2017 تصريحات الجنرال المغادر يمكن فهمها اما اعتراف الرجل الاول في اسرائيل بن يامين نتنياهو فتترجمها عوامل عدة حسب قول خصومه ابرزها قضايا الفساد التي تلاحقه والانتخابات في الربيع المقبل وتلميع صورته امام جمهوره لكونه يحمل حقيبة الحرب عقب استقالة افكدور لبرمان يبدو ان سوريا ستكون ساحة اكبر لعمليات او ساعة في الفترة المقبلة اذ ان تل ابيب على ما يبدو ستعمل منفردة ضد التهديدات القادمة من سوريا في محاولة تعزيز قوة الردع خاصة بعد تحديات انسحاب شريك الارض وتعقيدات متصاعدة بفعل موسكو في سماء سوريا اذا قد تتوقف اسرائيل عن قولها لا نعلق على تقارير اجنبية وذلك عقب سؤالهم عن تنفيذ غارات في سوريا وقد تفتح تصريحات نتنياهو حقبة جديدة تؤكد قول ايزنغوت ان الايرانيين اختاروا الملعب الخطأ فهل تخدش تل ابيب استراتيجيتها في سرية العمليات مقابل مكاسب سياسية داخلية او استعراض على جبهات يغيب عنها الحلفاء قريبا ولفتح نقش في محورنا الاول يسعدنا ان نستضيف معنا الدكتور خطار ابو دياب استاذ العلاقات الدولية من باريس عبر الاقمار الصناعية وعبر خدمة سكايب احمد دراوشي الكاتب والصحفي من حيفا وهنا في الاستوديو السيد تيسير سليمان الكاتب والصحفي الفلسطيني ورحب بكم ضيوفي الكرام جميعا وابدأ معك سيدة دراوشة سابقة من نوعها في تاريخ اسرائيل ان يكون هناك اعلان رسمي من قبل رئيس الوزراء عن القيام بعمليات والحديث عن عمليات عسكرية سابقة وايضا كان اللافت ايضا التأكيد على هذه التصريحات من مناطق شمال فلسطين المحتلة بالقرب من الحدود السورية ما هو بالقرب من الحدود اللبنانية تحديدا لكن ما هو السبب الرئيسي في هذا الاعلان بهذا الوقت تحديدا برأيك سيد احمد ربما لدواعي سياسية لا يجب ان تجاه الامع اسرائيل تعيش انتخبات في هذه الايام ونتنياهو يسعى الى اثبات الى انه ضابط الامن خصوصا انه التهم خلال الفترة الماضية انه يحمل عدة ملفات منها وزارة الامن فيعني ذلك انه لن يعالج ملف كما ينبغي فهو سعى منذ سلامه الملف في شهر تشرين الماضي تشرين ثاني الماضي الى اطلاق عملية على الحدود اللبنانية هول منها كثيرا هول من الظروف التي رافقتها واخرون شبهوها بانها ربما اعلان حرب او هجمات كبيرة لن تقتصر على مجرد اعمال تقنية على الحدود اللبنانية باعتقادي ان دوافع بالاساس هي دوافع سياسية اولا بالنسبة لنتنياهو كما ذكرت وثانيا بالنسبة لأيزنكوت ايزنكوت يبدو انه سيتجه للسياسة الانتخابات الحالية تفت اما الجيش الاسرائيلي كما كان سابقا هو مصنع السياسيين هو بيت السياسيين مع سيطرة بينيغالس وضباط اخرين على التواجهات السياسية الاسرائيلية يبدو ان ايزنكوت وهو بطبيعة الحال ليس بسيطا سياسيا يتجه الى انتخابات مخولة في المرة القادمة طيب بالداخل سيد احمد وسائل اعلام والمحللين كيف يقرؤون هذا الاعلان بداخل الكيان الاسرائيلي كيف تلقوا هذا الموضوع على الصعيد السياسي والصعيد الاعلامي يعني بطبيعة الحال الصحفين العسكريين ترقبوا هذه التصريحات او تطرقوا اليها على انها شيء مفاجئ يوسي ملمان المحلل العسكري في صحيفة معريف قال انه على السنوات الماضية على مدار هذه السنوات كلما كان هناك ضربة كان الجيش الاسرائيلي يسرب للصحفين العسكريين كما جرى للحال وكان يطلب منهم ان ينسبوا الامر الى وسائل اعلام اجنبية الان وانا اقتبس يوسي ملمان يقول انه حينما اقرت اسرائيل بوجود عملية فانها اقرت بها لصحيفة اجنبية لنيويورك تايمز كان هناك صدمة من نتيجة تسريب بما يسمى ذلك على لسان على لسان ايزين كوت نفسه بصحيفة نيويورك تايمز وهم استغربوا ذلك واستغربوا هذا التعامل وطبيعة الحال حينما اعلن ايزين كوت عن ذلك فان ناتنياهو لابد من ان يتبنى ذلك الطرح نعم انقل هذه الافكار الى السيدتي سير هنا في الاستوديو ان سمعت ضيفنا كثير من المحللين يرون ايضا ان الموضوع مرتبط ب احداث وتطورات داخلية في داخل كائن الاسرائيلي هل توافق هذا الموضوع ام انك ترى ان الموضوع يتجه باتجاه اخر مثلا اسلوب تعامل جديد مع الوجود الايراني في سوريا تمام بالبداية تحية لكم لدفكم الكريم حقيقة اخي التعامل مع الاحتلال اسرائيلي واعلامه ونحن كممن درسوا في جامعاته دائما هناك معايير نظامية او اعتاد عليها الصحافة في التعامل مع الاخبار المنسوبة الى الاحتلال اسرائيلي من تنفيذ عمليات دائما كان يسند الى عبارة حسب مصادر اجنبية حسب صحف اجنبية حسب وكالات اجنبية لكن بهذه الاسلوب الطريقة المختلفة عندما يتكلموا يتكلموا عن موضع جديد بالتعبير عن حالي لكن نريد ان نفهم المشهد عام او ما يقولون علينا ان نأخذ الزوم البعيد حتى نستطيع ان نفهم البلد تقوم بحالة انتخابات خلال 100 يوم القادم والمزاودات انجاز التعبير الحزبية بين الاحتلال اسرائيلي باحزابه اعلى مما تتصور بكثير من الدول العالم حالة استقطاب بداخل كامل اسرائيلي حالة استقطاب وحالة كشف اوراق وحالة استقطاب بفئات جديدة ونحن نتكلم عن فئات بعضها لا تتكلم اللغة العبرية واذا تتكلمنا عن المهاجرين الروس اصلا هؤلاء بكثير منهم لا يتكلم اللغة العبرية لكن هناك كثير من المراقبين يقولون ان بن يمين نتنياهو الان وضعه السياسي قوي داخل الكيان الاسرائيلي وليس بحاجة لأي مناورة او لأي بروباجاندة لتساعده في الفوز بالانتخابات ليس هناك منافس له اصلا تمام خلينا نجمل الصورة بما حدث هو تعبير جديد من الاحتلال الاسرائيلي عن طريق التعامل مع الملف الايراني والملف الايراني بالنسبة للاحتلال الاسرائيلي هي زيادة قوة القصف الساروخي بالمناطق الشمال خاصة مناطق لبنان وسوريا بالجانب الآخر انه كان هناك اشتباك قبل اسابيع او اشهر في منطقة جنوبية واسفرت بالنهاية على خسارة وزير الدفاع لمنصبة بناء على المشهد العام الذي والان الذي يمسك الملف هو رئيس الاحتلال بمعنى انه ينظر انه هو الذي يعبر عنه ما يحدث في الشمال من ناحية سوريا ولبنان بالنسبة للاحتلال الاسرائيلي هو ملف كبير هلأ وجود الاحتلال الاسرائيلي وزعمها اسرائيل منذ سنوات تعاني من مسألة الزعيم خاصة بالجانب الوسط واليسار لا يوجد زعماء تاريخيين يستطيعون عبره نتانياهو بجزء من عائلته بجزء من فكره بجزء من الحزب الذي كان به الليكود وتزعمه لسنوات طويلة يعتبر من اكثر رؤساء الزعماء الاسرائيليين الذي مسك الحكم في اسرائيل والذي مسك حزب الليكود المشهد العام انه اليمين الاسرائيلي في الكريسة قوي نعم المشهد العام انه لا يوجد منافسين كبار لنتانياهو نعم المشهد العام انه لا يوجد زعيم معارض قوي يستطيع ان ينافس هذا المشهد الذي يتكلم فيه لكن الاحتلال يريد او الرئيس الاحتلال ووزراءه والجيش يريد ان يسجل نقاط لماذا النقاط وهو الجزء الرئيسي الذي يتكلم عنه ضيفك الكريم الكثير ممن يكونوا في الجيش طموحهم هو السياسة لذلك يختمون سنواتهم الاخيرة او ايامهم الاخيرة في الجيش بعمال يظن الكثير منها انها جزء منها لحماية الامن الاسرائيلي لكن هي باخر المشهد هي جزء من رصيد الانتخاب القادم يعني هو موضوع داخلي لننتقل من هذا الموضوع موضوع داخلي وخارجي قلت لك دكتور خطار ابو ديابي عن دكتور خطار ما هي العلاقة الان في التطورات داخل الكيان الاسرائيلي هذه التصريحات رئيس الوزراء بن يامين تنياهو بالانسحاب الامريكي هل تجد ان الموضوع مرتبط بشكل او باخر خصوصا ان الامريكان بانسحابهم ربما يضعفون ما تريده اسرائيل داخل سوريا اولا تحياتي لك وللفريق العامل في قناتكم الموقرة للضيفين الكريمين ولكل من يشاهدنا او يتابعنا يعني بالطبع في مسائل حساسة من هذا النوع يرتبط العامل الداخلي بالعوامل الخارجية ومما لا شك فيه انني اتفق في التحليل مع ما قيل سابقا حول اهمية هذه العوامل الداخلية عشية انتخابات هامة بالنسبة لاسرائيل لكن هناك ايضا كما تقولون الان الانسحاب الامريكي وهو قرار ارتجالي اتخذه ترامب ولاحظنا كيف ان المؤسسات الامريكية عادت وقامت بتصحيحه وخاصة خلال زيارة جون بولتون الى اسرائيل ومن الواضح على ما يبدو حتى الان ان قاعدة التنف التي تهم اسرائيل بالمقام الاول ستحافظ فيها القوات الامريكية على وجودها ايضا لا يمكنني الا ان اربط ذلك مع استناف الحوار مع الروس بعد مسألة اسقاط الطائرة الروسية بالقرب من اللاذقية واعتقد انه جرت توصل الى ترتيب جديد بين موسكو واسرائيل حول العمل في سوريا ولولا ذلك لما عادت عمليات القصف كما شاهدنا في الاسابيع الاخيرة هذا تطور ايضا لافت وهناك جولة بومبيو في الاقليم التي تعتبر ان الاهم مواجهة ايران وقالها في خطابه في القاهرة بالفم الملآن انه سينتقل من الاحتواء الى المواجهة وليس فقط مع ايران لكن ايضا مع الاذرع العسكرية لايران ومنها حزب الله ولذلك نفهم ان هناك اذا لغة هجومية المسألة اذا ليس فقط لكي يجدد نتنياهو انتخاب نفسه او يسهل امره وليس لغاية ابراز نخب عسكرية جديدة في اسرائيل فحسب هناك اذا يعني هناك معطى استراتيجي عام يتوجب التعامل معه ويندرج في مسألة النفوذ الايراني في سوريا على ما يبدو روسيا لا تريد ان تلعب دور ضرب هذا النفوذ روسيا تقبل بتحجيم هذا النفوذ هناك خلاف اذا في الرؤية ما بين اسرائيل والولايات المتحدة وروسيا حول كيفية التعامل والتعاطي مع هذا النفوذ الايراني في سوريا وهذا ينعكس على العمليات العسكرية التي تدعم على كل حال سوف نعود اليكم ضيوفي الكرام لكن بعد هذا الاستعراض والانفوغراف الذي نستعرضه الان فلم تتوقف الهجمات الاسرائيلية ضد مواقع للنظام والتطورات الحالية تتزامن مع تبديلات في رئاسة الاركان الاسرائيلية مع تعيين افيف كوخافي الذي كان مسؤولا عن جبهة الشمالية لمدة ثلاثة سنوات قبل ان نصبح نائبا لرئيس الاركان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم مرحب بكم ضيوفي مجددا وانتقل اليك سيد احمد يعني الان ما مدى ارتباط تصريح بن يمين نتنياهو السابق لنوعه في تاريخ اسرائيل بالتبديلات الجديدة الحاصلة في القيادات العسكرية وخصوصا قائد الاركان الجديد الذي تم تعيينه بصراحة تصريحات ايزنكوت ترتبط اكثر بتعيين قائد الاركان الجديد اكثر منها من تصريحات نتنياهو وانا اوافق على مطرحه الدكتور خطار بخصوص كل التحولات في المنطقة وزيارة فومبيو وزيارة بولتن اما بخصوص الجنرال كوخافي ايزنكوت رئيس الاركان السابق والمنتهى ولايته يبحث عن لقاسي عن ارت معين يوارثه لخلقه فهو يريد ان يثبت انه حارب التموضع الايراني الذي هو الخطر المركزي لمدره وهذا ليس موقفا جديدا وعبر عنه اكثر من مرة وخصوصا في الصدام الذي خاضه ايزنكوت مع وزير الامن افيقادور لبرمن الذي انتهى كما هو معروف استقارة لبرمن في تشرين ثانين الماضين لذلك هو يثبت هذه الصورة عن نفسه انه ينشغل بالتموضع الايراني ينشغل بايران ككل بدلا من ان ينشغل بصغائر الامور بتعبيرها او الامور الثانوية الهامشية مثل قطاع غزة بالاضافة الى ذلك ربما يمكن القول ان تصريحات ايزنكوت هي توصية للجنرال كوخافي الذي بني سمعته العسكرية بالاساس على قطاع غزة هو اشرف عن الانقصال حينما اختفت الجندي شليط كان تحت الفرقة التي يرأسها الجنرال كوخافي هو شارك في معظم العدوانات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الانسحاب لإسرائيل في العام 2005 حتى الان اذا هي رسالة له هي توصية له لا تنشغل بقطاع غزة بما انك عملت هناك لا تركز عليه ركز اكتر على التموضع الايراني في سوريا سوف انقل هذه الافكار وانتقل لسيد تيسير ضيفنا هنا في الاستوديوان سيد تيسير دور هذا الشخص في المستقبل بناء على كل هذه المعطيات والتطورات وهو أبيف كوخافي كيف تقرأه؟ طمام بالبداية رأسة الأركان الاحتلال الإسرائيلي هي لمدة ثلاث سنوات لكن تاريخيا كل رئيس أركان يمدد إلى سنة رابعة إلى رئيس واحد من هؤلاء لم يمدد له وهو رئيس الطيران يعني موضوع بيرقراطي روتيني نعم يوجد عندهم روتين لا يوجد تمديد لكن يوجد سنة إضافية يسمونها سنة الرابعة بعالم السياسة الإسرائيلي وعالم رئاسة الأركان والجيش الإسرائيلي يقال لعبارة تالية يقال أن رئيس الأركان بالسنة الأولى يتعرف على هيئة الأركان بصفة رئيسة للهيئة ربما يأتي من خارجها أو يكون بداخلها بالسنة التالية التي بعدها ينفذ سياسة العامة لأركان وخاصة ما يتفق عليه مع وزير الدفاع ورئيس الأركان بالسنة الرابعة وهي السنة التبديدية يقولون أنه يمارس جزء من السياسة العامة يعني أنه يخطط لما يكون بعد ذلك حقيقة أنا لا أريد أن أكون واضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع الوجود الإيراني في سوريا في مناطق سوريا أو الوجود الذي له علاقة بحزب الله فيه يتعامل معه بجدية عالية جدا يعني يعتبر من أولوياته ألا يكون هناك قوة ساروخية أو قواعد عسكرية قريبة أو حتى في أطراف الوسط أو الوسط الجزطابيل الشبالي من مناطق سوريا أنه هذا يشكب بالنسبة لهم مرمى للسواريخ وكلنا نعرف مساحة فلسطين تاريخية ليست بالمسافة الطولية أكثر من 300 كيلومتر لكن هناك بعض الشخصيات لما يتم تعيينها يقال أنها من أجل مرحلة حربة ومن مرحلة تعاون عسكري هذا تاريخيا موجود لكن أنت تعرف أن هناك جزء رئيسي من رئاسة الوزراء بالتنسيق مع بعض الجهات لكن كثير من الأمور ليس الشرط أن يكون الأفضل حتى يكود ولا المناسب للمرحلة إنما هو ما يناسب سياسات عامة لرئاسة الوزراء والحزب اللي كود أو الحزب الذي يحكم بالصورة والمشهد العام الذي نريد أن نتكلم به أن الاحتلال إسرائيلي لو خير بين معركة في قطاع غزة لتغيير الوضع العسكري الموجود فيها وبين منطقة الشمال والقواعد العسكرية التي تبنى فيها هو صبعا سوف يرجح المنطقة الشمالية لأنها تشكل خطر استراتيجي يعبل جمهور الاحتلال إسرائيلي وأنا أذكر في سنوات دراستنا في الجامعة عندما كان دائما يقال أن لابد من الاحتلال إسرائيلي من قيام في عملية في الأراضي الإيرانية حتى يوقف الاحتلال الذي نريد أن جزء من السياسات العامة لرئاسة الأركان أنه عندما يأتي دائما يبحث عن خطوة كبيرة خطوة تناسب الجانب السياسي الذي يأتبه والجانب الذي يطلبه الشارع بالمعركة الأخيرة تبين لهم أن المناطق الجنوبية هم ضعفاء لذلك الوضع العام في إسرائيل يقول أنه بعام 2014 نحن نتكلم عن أربع مليون من الجنود الاحتلال والمستوطنون ومن سكان الأراضي الفلسطين المحتلة من اليهود كانوا تحت خط الضرب لذلك الوضع ليس سهلا أدام رئاسي الأركان القادم إذا تكلم عن قطاع غزة لم يستطيعوا خلال سنوات ماضي تغيير أو حتى تغيير جزء من السياسة العامة بالعكس أصبحت السواريخ أكثر امتدادا أصبحت الأنفاق أكثر جهزية وأصبح المقاتلون أكثر تدريبا في المناطق الشمال الذي يضعف الدولة دائما نظرة الاحتلال الإسرائيلي أنه نظام ديكتاتوري أو نظام سلطوي أو نظام قائم أفضل لهم النظام غير مضبوط لذلك دائما ينظرون إلى أن يكون هناك حلفاء لهم في المناطق يكون عندهم مقدرة ما على السيطرة على الوضع العام وأنا أعتقد أن هذه الجانب سقطت أو سقطت في سوريا لذلك يحاولون أن يجدوا بالتنسيق مع أنا لا أعتقد أن هناك إمكانية للاحتلال الإسرائيلي بشكل مطلق أن يقوم بأي دور في مناطق سوريا ضد القوات الإيرانية أو في مناطق دون التنسيق مع الحليف الأكبر إنجاز التعبير هو أمريكا ولا أتكلم الحليف الأكبر أمريكا أمريكا من تقصد إذا تحديدا أتكلم مع روسيا وهنا أنا أتكلم بشكل واضح أن لا يمكن لإسرائيل أن تعيد الضربات كما قال المحل بدون التنسيق خاصة أن هناك سوف نتحدث عن هذا الجزء سوف أعود إليك لكن أنتقل الدكتور خطار دكتور خطار هذه التركة التي استلمها ببناء استراتيجية معينة وشن عمليات أكبر بكثير داخل الأراضي السورية أو حتى ضمن الجبهة اللبنانية مثلا برأيك تبعا للمتغيرات الدولية يعني تبعا لما جرى أخيرا حول غزة نستنتج أن ما يسمى في إسرائيل المستوى العسكري لهو قادر بعض المرات على تغيير القرار السياسي إذا هو لم لا يشأ احترام القرار السياسي واعتبار المكسب الاستراتيجي محدودا من أي ضرب على غزة نجح إذن رئيس الأركيان السابق على خلاف غيره هذا السيد أزينكوت الراحل إذن الذاهب الآن كل الذين سبقوه أرادوا أو ربما ربطوا اسمهم بحرب ما هو يذهب ويقول لم يربط اسمه بحرب ولكن بسلسلة غارات بهجمات في أماكن بعيدة وربما يستنتج أن طبيعة الحروب في العالم تغيرت لاحظوا معي ما حصل في أفغانستان ما حصل في الصومال في العراق في اليمن نحن وكأننا أمام حروب لا نهاية لها ولذلك هنا استنتاج جديد ربما عند الذين يقيمون الاستراتيجية في إسرائيل بوجوب تغيير مفاهيم الحرب والصراع لكني أعتقد نظرا لسيرة رئيس الأركان الجديد أنه سيكون أكثر مغامرة من رئيس الأركان السابق خاصة على الجبهة الشمالية المسألة هي ليست في تقييم ماذا يوجد هنا وهناك هناك نوع من تلاعب مع إيران يعني بمعنى أو بآخر هذا الصراع ما بين إيران وإسرائيل لم يتخطى الخطوط الحمر يعني حتى حسن نصر الله خلال حرب 2006 تكلم بعد ذلك عن احترام قوارب الوعب ما هي الخطوط الحمر دكتور خطار برأيك نعم تعتبر إسرائيل أن 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 تمركز إيران في سوريا هو عدم احترام لقواعد اللعبة ولذلك تقوم إسرائيل بكل ما من شأنه من منع إيران من تحويل سوريا إلى قاعدة ثانية كما لبنان الآن تحاول إيران الاستفادة من الوجود الروسي ولكن هي تعلم أيضا مدى النفوذ الإسرائيلي داخل روسيا ومن هنا القرار الإسرائيلي لا يرتبط فقط بالتنسيق مع واشنطن يرتبط أيضا بالتنسيق مع موسكو ولذلك أخر هذا القرار ولم يتخذ لكن كما قال إزينكوت منذ منتصف 2017 حصل تصعيد في الوتيرة ما أتوقعه الآن ولأن روسيا لم تنجح في تحجيم النفوذ الإيراني حسب ما تراه إسرائيل ملائما لها أو غير ملائم ولأنه كان هناك رهان على التطبيع مع نظام الأسد تكلمت أحد الصحف الإسرائيلية عن إعادة الأسد إلى الحضن العربي السني اليوم أبلغكم بأن الرئيس الموريتاني الذي كان يستعد لزيارة دمشق ألغى هذه الزيارة أي أن التعليمة التي ظن البعض أنها أتت أو الإشارة التي ظن البعض أنها أتت بالتطبيع مع الأسد توقفت أو على الأقل جمدت لأنه كما طلب في الأسد منذ 2015 إلى اليوم الأسد ليس بقادر الأسد هو توأم سيامي مع إيران لا يمكنه أن ينفصل عن إيران لذلك اللعبة ستتعقد ورئيس الأركان الإسرائيلي الجديد سيكون بتقدير رجل الحرب في الجبهة الشمالية رجل الحرب من حيث انتهيت دكتور خطار لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع النظام وحلفائه منذ مطلع الألفية الثالثة ولكن هذه الهجمات ازدادت وطيرتها بعد عام 2011 وتركزت بعد عام 2017 ضد تمدد الإيراني داخل الأراضي سوريا لتعترف إسرائيل أخيرا أنها هاجمت ميرارا إيران وأذرعها على الأرض السورية أبرز الغارات الإسرائيلية ضد الوجود الإيراني في المادة التالية لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية ضد الوجود الإيراني في سوريا منذ عام 2011 ولم تتبنى إسرائيل رسميا أي من هذه الهجمات باستثناء الهجوم الأخير فما أبرز الهجمات ضد الأهداف الإيرانية في سوريا في الخامس من أيار مايو عام 2013 إسرائيل شنت غارات على شحنات أسلحة إيرانية مرسلة إلى حزب الله في الثامن عشر من كانون الثاني يناير عام 2015 مقتل جهاد مغنية نجل القائد العسكري السابق في حزب الله عماد مغنية في غارة إسرائيلية في القنيترة كما قتل ستة من قادة الحزب في كانون الأول ديسمبر عام 2015 مقتل القيادة في حزب الله سمير القنطار بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة جرمانا جنوب دمشق في التاسع من شباط فبراير عام 2016 غارات إسرائيلية على موقع قرب الاقتيفة في ريف دمشق يوجد فيه عناصر من حزب الله الهجمات ازدادت كثافة وتنظيما بعد أن صدق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الهجمات ضد أهداف إيرانية في كانون الثاني يناير عام 2017 في السابع والعشرين من نيسان أبريل عام 2017 غارات استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية ومواقع لحزب الله في محيط مطار دمشق الدولي في كانون الأول ديسمبر عام 2017 طائرات إسرائيلية تشن غارات على مواقع عسكرية تابع لقوات النظام وحزب الله في محيط بلدة الكسوة بريف دمشق في الثامن من أيلول سبتمبر عام 2017 الطيران الإسرائيلي يستهدف من الأجواء اللبنانية موقعا عسكريا بريف حماء في العاشر من شباط فبراير عام 2018 الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة استطلاع إيرانية اخترقت الأجواء الإسرائيلية فوق منطقة بيسان واعترفت إسرائيل بسقوط طائرة F-16 بنيران مصدرها الأراضي السورية وعلى إثرها شنت إسرائيل غارات مكثفة ضد مواقع النظام وإيران في بادية حمص وريف دمشق في أيار مايو عام 2018 شنت إسرائيل هجوما هو الأكبر ضد مواقع فيلق القدس الإيراني في سوريا وقتلت أحد عشر إيرانيا ردا على هجوم بالصواريخ استهدف الأراضي الإسرائيلية في أيلول سبتمبر عام 2018 دفاعات النظام تسقط بالخطأ طائرة روسية بعد اختراق طائرات إسرائيلية الأجواء السورية في اللاذقية في الثالث عشر من كانون الثاني يناير عام 2019 رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد رسميا لأول مرة أن إسرائيل استهدفت مخازن أسلحة لإيران في محيط مطار دمشق الدولي مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف الوجود الإيراني في سوريا مئات المرات نعم أرحب بكم ضيوفي مجددا وأبدأ معك سيد أحمد دراوش الكاتب والصحفي من حيفا سيد أحمد هل الجبهة الداخلية داخل الكيان الإسرائيلي الآن على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الشعبي هل هم الآن مستعدون لأي عمل عسكري أو مواجهة عسكرية إن كان في مباشرة مع إيران أو إن كان مع حزب الله أو جهات أخرى موجودة في سوريا برأيك يعني المجتمع الإسرائيلي بنية على الحشد وبنية على التحريض وبنية على العدوان وعلى الحرب على الأكل الآن الوضع في إسرائيل بالنسبة إليهم أفضل أن الوضع في 67 أو ما قبل ذلك حينما كانت النخب الاقتصادية هي نفسها والزراعية والكلكوبيتسات ونخب السياسية هي نفسها النخب العسكرية على الأكل الاقتصاد الآن أو هكذا تعتقد إسرائيل أنه لن يتأثر بعدوان مباشر خصوصا على دولة مثل سوريا التي لن ترد بكوة على إسرائيل ما بخصوص سوريا يجب أن ننوه بأمرين أولا أن الجنرال فخافي طائد أركان الإسرائيلي المقبل لديه مواقف أكثر عدوانية تجاه نظام الأسد من آيزين كوتا الحالي تسريبات أشارت لأن كوخافي كان دفع باتجاه اغتيال الأسد وقال أنه سنحت لنا أكثر من فرصة لاغتيال الأسد إلا أن القيادة السياسية أي بن يمين نتنياهو رفض ذلك بالإضافة إلى اعتقاد المحللين العسكريين الإسرائيليين أي اعتقاد القيادة العسكرية الإسرائيلية أنه يمكن الدخول إلى الشرخ في سوريا القائم بين روسيا والنظام الأسد وإيران إسرائيل تعتقد أن النخبة المقربة من نظام الأسد وهي بطبيعة الحال نخبة علمانية نخبة بعثية كما هي نعرف غير راضية عن كل التصرفات الدينية التي تمارسها الملاشيات الإيرانية والمقربين منها في سوريا إسرائيل تعتقد أنه يمكن الولوج إلى هذه النقطة والدفع باتجاه أن تساعد روسيا في طرد إيران أو الكوات الإيرانية أو على الأكل تحجيم دورها في سوريا وهذا بطبيعة بحال يتناسب مع تصريحات لدول عربية متشابهة عن ضرورة التحالف مع أسد لمواجهة إيران نعم سوف أنتقل سيد تيسير سليمان سيد تيسير موضوع التحالفات الدولية هو مهم جدا بالنسبة للكان الإسرائيلي بشأن أي عمليات يعني على الصعيد الداخل أو الصعيد الخارجي لكن إسرائيل لديها قاعدة أكثر من تصعيد وأقل من حرب في هذه الظروف وهذه التطورات هل ستبقى هذه القاعدة هي المنطق السائد لديهم في التعامل مع الموضوع في سوريا؟ هذا يرتبط بما تريده القاعدة الإعلامية السياسية الإعلام في إسرائيل يصنع كثير من المواقف السياسية والكثير لفترات طويل استطاع الساسة والإعلام أن يجير الشعب لخدمة فكرة أنه يجب من رد كبير على قطاع غزة أو على لبنان أو على سوريا حقيقة المنظومة العامة بالأجواء العامة عند الاحتلال الإسرائيلي أنهم يريدون أي شيء لا يشكل ضغط على الجبهة الداخلية ونحن نعرف أن حروب إسرائيل تاريخيا كانت تعدمد على فكرة أن الجبهة الداخلية تكون بعيدة عنه بالحروب التي شنتها الاحتلال الإسرائيلي على شمال في مناطق لبنان أو في الجنوب على القطاع غزة أو بالضفة الغربية ضد المكون الفلسطيني الذي انتفض بعامل 87 وعامل 2000 جعل الاحتلال الإسرائيلي بوسطه المدني ووسطه العسكري تحت الضربات وهذا مما جعله يغير نظرية التعامل مع الكثير من الحروب التعامل الأمني ضربات قوية مركزة استخدامات معلومات أمنية مثل ما حدث في قطاع غزة قبل فترة لكن الذي هو جيد أن الأطراف الأخرى تزداد قوة معرفة في الجنوب أصبح البعد الأمني والاستخباراتي يلعب دور كبير بالعملية الأمنية والعملية العسكرية الاحتلال الإسرائيلي شن حروب لسنوات طويلة عام 2007-2008-2009-2012-2014 في تغزة ليغير الصورة العامة لم يزداد الصورة العامة بل أصبح هناك عدد أكثر من الاحتلال في جبهة داخلية تحت القصف والسواريخ مما شكل أنهم لم يحقق أي إنجاز وإذا عدنا إلى الصحافة الإسرائيلية وكرأنا العبارة التي كتبوها ضد رئيس الوزراء الحالي وهو نتنياهو ورئيس الوزراء أو رئيس وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان كان واضحا لم نستع كثير قلوا لنا الحقيقة الوضع ليس جيدا هذه العبارات التي كان يقولها لذلك إسرائيل تميل إلى فكرة أن يكون هناك ضربات ضربات دون المعركة الشاملة لكن دون الضربات الخفيفة ولا تكون الجبهة الداخلية وهو مساحة فلسطين تحت ضربات المباشرة سأنتقل إلى الدكتور خطار دكتور خطار الآن المزاج الدولي كان دائما داعم لإسرائيل في أي ظرف من الظروف لكن الآن حاليا كيف يمكن أن يكون الدور الأمريكي والروسي في ظل هذه التعقيدات والوضع الداخلي والتطورات في إسرائيل والمنطقة خصوصا استراتيجية القادمة والجديدة برأيك تجاه الوجود الإيراني في سوريا يعني بالطبع ليس هناك من ضوء أخضر لإسرائيل كما في الماضي يعني حتى أننا نلاحظ بأن إدارة ترامب هي إدارة لا تريد أن تحارب ولكن هناك كما قلت تأثير إسرائيلي إن كان في موسكو وإن كان في واشنطن وإن كان في أوروبا بعض المرات تغالي إسرائيل في تطخيم المخاطر على أوساطها الداخلية والاقتصادية وأن أي حرب يمكن أن توقع ألاف القتلى كل هذا لأنه أيضا ضمن العقيدة العامة التي يتوجب الحفاظ عليها بإظهار نفسها ضحية وهي أيضا تريد استمرار استمرار مثلا حركة حماس في فصل غزة عن الضفة هذا شيء يلائمها تماما لأنه لأن هناك تشدد فلسطيني وأيضا مع لبنان نلاحظ أنه جمدت الجبهة بشكل أو بآخر منذ 2006 وما يحصل في سوريا أيضا لائمها لأنه تم تدمير سوريا وبنيتها يعني أكمل هذا النظام المهم على أكمل وجه يقدم لها بلدا عاريا ولذلك باعتقادي نعم المخاطر هنا هي الآتية وأنا أوافق هذه المرة ربما إذا حصلت مواجهة ستكون مواجهة خطرة ويمكن أن تستخدم فيها أسلحة غير تقليدية وهذا هو الخطر بعينه على الإقليم وبرأيي ليس هناك عند إيران أو عند الدول الأخرى التي ترمي بالدول العربية ليس عندها منهم وليس هناك من تفكير استراتيجي عربي لمواجهة هذا الأمر ولذلك المنطقة برأيي هي عشية أوضاع صعبة لا أدري كيف ستحصل أشكرك كثيرا الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية كنت ضيفا عبر الأقمار الصناعية من باريس وشكر لك أيضا أحمد دراوشة الكاتب والصحفي كنت معنا عبر خدمة سكايب من حيفا وشكر لك أيضا تيسير سليمان الكاتب والصحفي ضيفنا هنا في الستيديو وشكر موصول لكم دائما مشاهدين الكرام تفاصيل أو فتجدونها على موقع التلفزيون الرسمي ومنصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة